أنه في عيد الميلاد في ظاهرة تنتشر كثير خلال فترة العيد هذه الظاهرة هي الهدايا يجب أن نحط عنوان المشاركة لدي أشاركها هدية الميلاد في هذا العيد تكتر توزيع الهدايا البعض يحطوا هداياهم تحت الشجرة والبعض بيبعثوا هداياهم مع بابا نويل والبعض بيشتروا هدايا من بريت البلاد من شيء أطار زي شيء أن إسه عرفت بنت لئي سألت أبو أخذ معاهم من أسبوع لشهر تتوصل الهدية والبعض بتوصل إما بالبريد أو بتوصل عن طريق مشلوح للبيت أيام المجوس ما كانش الوضع هيك المجوس فكروا منيح بالموضوع قالوا إحنا بدناش نبعث مشلوح عن طريق شيء قافلة تودى هدايانا ليسوع إحنا بدنا نروح بحالنا عشان نسجد للرب يسوع ونقدم هدايانا بشكل مباشر وفعلا المشوار ما أخذش من خمسة أيام أسبوع لشهر لكن أخذهن تقريبا تقريبا سنتين توصلوا وين يسوع حتى يقدموا هدياه يسجدوا له ويقدموا هدياهم ذهبا ولبانا ومرا ففكرة الهدية موجودة من أيمات ولادة يسوع بس بتعرفوا مين أول واحد أعطى هدية الله أعطانا أعظم هدية هدية من السماء للأرض مش مشلوح هدية من السماء للأرض ولما انبعتها ما بعتش شيء لكن بعت شخص وهذا الشخص أثمن شخص في الوجود شو اسمه؟ يسوع اسمه يسوع بقول عنه الكتاب هو عطية العطاية يعني هدية الهدايا ابن الله الوحيد شخص ربنا يسوع المسيح له بنعطي كل المجد والإكرام هذا اللي قالوا وهي الهدية سببت فرح شديد جدا في هداك الوقت بتأمل أنه بعدها بتسبب لناس كتير فرح شديد لأنه الملاك قال للعذراء مريم وقال ليوسف يدعى اسمه يسوع لأنه ايش بيعمل يخلص شعبه من خطياهم فيسوع معناته مخلص ويسوع مش بس هو مخلص لكن هو خلاص البشرية ما في خلاص للبشرية إلا من خلال شخص رب يسوع المسيح ما في سلام حقيقي إلا برئيس السلام شخص ربنا يسوع المسيح ما في إنقاذ من المشاكل اللي إحنا عايشين فيها إلا لمن يسوع يحل بنوره وحضوره وسلامه وبركته وخيره على البيت بنور البيت بغير القلب بطهر القلب بتتغير الحياة بتغير المجتمع فالمجتمع يحتاج اليسوع أنا وإنت محتاجين اليسوع جراننا محتاجين اليسوع بلدنا محتاجة اليسوع والله أعظم هدية قدمها وبعده ما دد إيده وبيوزع هذه الهدية على كل من يريد مجانا ليش؟ عشان تظهر محبة الله في هذا الشخص العظيم لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذله ابنه الوحيد يسوع لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية اليوم ما زال الوقت مفتوح متاح ما زالت الهدية متاح تعرفوا اليوم الغلع عم بعلى بواب وكل ما للأسعار ايش تبع لها؟ بتغلي ولما من بغلي بصير البركان ايش؟ يعلى لكن يسوع دفع ثمن هذه الهدية والثمن ما كانش رخيص أغلى ثمن في الوجود دمه حياته على الصليب وبيعطينا ايش؟ مجانا واليوم إذا فيه واحد بعده ما عارف يسوع أو حدا بتابعنا ما عارف يسوع الكتاب يقول إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم اليوم يوم خلاص الوقت وقت إيش؟ مقبول افتح قلبك قول يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا جاي أقبل هديتك لحياتي تعال اغسلني بدمك طهرني من كل خطيئة أملك على حياتي بعلنك رب مخلص على حياتي أقبلك في قلبي بالإيمان أشكرك لأنك تسمع إلى صلاتي في اللحظة اللي أنت بتقولها من كل قلبك صدق وآمن إنه اسمك بيكتب في صفر الحياة تنولد ولادي جديدي تتغير حياتك رأس على عقب لأنه نور وحضور يسوع وخلاص يسوع يشرق في قلبك بالإيمان زي ما أشرق مع الشعب اللي كان في القديم الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما آه يا أسيس بس إحنا أغلبنا مؤمنين آه جايك الدور جاينا الدور إذا أنت مؤمن ونور يسوع فات أشرق في حياتك وإنت فعلا ولد ولادي جديدي ومدرك مقدار الثمن اللي دفعوا الله حتى يعطيك هذه الهدية في عيد ميلاد يسوع إلي سؤال وتحدي بتحدى نفسي وبتحداكو سؤالي شو الهدية اللي إحنا منقدر نعطيها ليسوع خمس دقائق بخلص بس ركزوا معي شو الهدية إحنا دائماً منفكر إيش يا رب باركني ساعدني اش فيني اغنيني سلك أموري آمين الرب بيعطي بسخاء ولا لكن في عيد ميلاده مش حلو نفوت فضين إحنا أهل الشرق بنعرف ولا صحاب واجب إحنا دورنا نكرم يسوع وإذا أكرمتوا في الماضي قولوا يا رب زيد إكرامي إليك عشان هو بيستحق ولا بيستحق إيش بيستحق بيستحق كتير شو الهدية فكر معاي اللي ممكن تعطيها لواحد عنده كل إشي خالي السماء والأرض اللي خلقنا واللي كل شيء إله شو ممكن أعطيه شو ممكن أعطيه هو قال لي شو ممكن أعطيه هو قال لي شو ممكن أعطيه لما ندرس الكتاب رح أقول لكم أربعة بس أربعة هدايا أربعة هدايا أنت اليوم تفكر فيها كيف أقدمها وتمشي معاي وتكبر معاي للسنة اللي جاي أول هدية بتقدمها لصاحب العيد رب يسوع محبتك اسمع يا إسرائيل وصية الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك اسأل نفسك الليلة كمؤمن في المسيح هل أنت بتحب الرب من كل قلبك ولا من جزء من قلبك مين الأول في حياتك بتقول لي أنا أول للرب وأنا بس للرب أمين تعال نفحص تطبيقيا هل أنا بحب الرب من كل قلبي إذا أنا بحب الرب من كل قلبي لازم أعطي الأولوية في أي شيء في حياتي لمين للرب لازم أقول له مع بولوس لا أنا بل إيش المسيح الرب دوما أولا هقول له مع بولوس مع المسيح صلبته صلبته فأحيا لا أنا بل الرب يحيا فيا فكر فيها قول يا رب أنا عندي محبة إليك بس محبة ناقصة ساعدني هذه السنة أكرمك أكتر ساعدني هذه السنة محبة تزيد إليك أكتر مش تفطر وتبرد زي ما صار فينا بسنتين الكورونا لكن يرجع الرب يشعلنا من جديد بمحبة حقيقية لشخصه نكون حرين مملؤين من حضوره طيب الهدية الثانية الممكن تقدمها إنك تحب قريبك كنفسك هو طلب هيك ولا لا مش هيوصيها هل بتكتبشوا معاي اتبعوا وصيهاي حب قريبك كنفسك بتحدانا الرب يسوع في متة خمسة سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول لكم إيش صعب كتير أحب أعداءكم باركوا لعينيكم وصلوا لأجل ديني وسئول إليكم تعالوا نبدأ نحب بعد بالأول أمين عشان نصعبهاش عليكم تعالوا نحب بعد خلي الناس تشوف فينا يسوع خلي محبتنا تكون محبة عملية حتى لو كانت فيها تضحية وأمور اللي إحنا مستعدين نتثمن ويدفعه ليش مهم أنه محبتنا تظهر لأن المجتمع اللي عايشين فيه إيش مليان إيش مليان كراهية بغضة قتل سفك ظلمي حتى الناس وما بتروح الكل شاعر بمقدار الشر البحيط فينا وإحنا دورنا في هذا الوقت يظهر يسوع فينا هاد هدية إحنا منقدمها ليسوع ليضع نوركم هكذا قدام الناس يروا أعمالكم الحسنة إيش بيعملوه يمجدوا أباكم الذي في السماوات بهذا يعرف العالم أو الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم إيش حب بعضكم لبعض إحنا كلنا معرضين نغلط لكن هل عندنا الاستعداد نسامح نغفر نقبل المحبة إيش بتعمل تستر كثرة من الخطايا ولا بنتظلنا نحطين في قلوبنا هدية يسوع السنة إنك تحب أخوك اللي مش بتحبه حبه والبتحبه حبه أكتر طيب في هدية ثالثة هدية ثالثة بطلبها الرب عبادتنا وسجودنا للرب لما انتقابل مع السامري قال له كلمات قوية جدا قالها الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بإيش بالروح وبالحق بعدين كمّل جملة مهمة كتير والآب طالب مثل هؤلاء الساجدون له أو الساجدين له يعني الآب يطلب أعطيني من هذا النوع أنا بدور على هذا النوع اللي فيه مؤمنين بيسجدوا بيعبدوا الرب من كل قلوبهم بالروح وبالحق بتعرفوا المجوس بتحدونا كلنا مرات انت بتيجي من الناصري ولا من شفاف عمر ولا بعرش من أي منطقة وككيم وضغط الصير وكذا ويعني وجايله هون اجر لقدام واجر لورا مش عارف أنا كي بدي أصل وإذا وصلت يعني هدول أجوا من آخر الدنيا سنتين مش بسيارة ولا بطيارة لكن على الحيوانات والإجرين حتى يوصلوا عشان يمكن أخذ معهن الشغل ساعة ساعتين بعرفش أديش أخذت معهن المشروع اللي أجوا عشانه بس كان بسوى كل التعب لأنه أدركوا مين هذا هو الشخص اللي هني جايين يعبدوه لما انت بتيجي على بيت الرب عشان تعبد الرب لما بتضحي من وقتك ومن تعبك هل انت مدرك مين هو هذا الشخص اللي انت عم تعبده مين هذا الشخص اللي انت من أجده باستعد تضحي كل هذا الوقت عشان تيجي هالسيعة وتقدمها سجود وعبادة ولما نترنم هل بترنم من الشفاه ولا من أعماق القلب وتقوله قلبي ولحمي هما يهتفان إذا بدك تقدم هدية يسوع بقولك أنا كل اللي بدي إياه تعبدني من كل قلبك تعبدني بالروح وبالحق تكرمني لأني بستحق الإكرام هذا هديتي اللي تشبع قلبي هذا اللي بصر قلب الاب أنه يشوفوا ولاده يحبوه من كل قلوبهم كما واحد رابع هدية هي حياتي تكون ذبيحة حية للرب رمية 12 واحد قدموا أجسادكم ذبيحة حية أني أنا أقول يا رب ساعدني أتكرس أكتر إليك أربط الذبيحة بقرون المذبح ساعدني أرجع من جديد أكرس حياتي إليك أكتر حياتي تتعمق فيك أكتر ما أضلنا على الشط لكن أدخل إيس ألف ذراع وعبرني هذا الوقت اللي فيه إيش أنه في معرفة مشيتك هذا الوقت اللي أخذ عهود وإحنا على وشك نعبر سنة لسنة تانية أخذ عهود حط تصميم 2022 مش رح أضلني زي 2021 لكن حياتي رح تتغير بدي أحب الرب أكتر بدي أتكرس للرب أكتر بدي أنتصل على ضعفاتي بقوة الرب وبروح الرب بدي أعيش حتى أمجد اسم يسوع بدي أشهد عن يسوع أكتر بدي أخدم الرب أكتر بدي أقعد في محضره أكتر بدي أقرأ كلمته أكتر خد خطوة وإعرف في كل تكريس هذه هدية تشبع قلب الرب والرب يصر قلبه لما يشوف أولاده بيعملوا بهذا الشيء الأولى مع بعض شو الرب يطلب مننا نكون أنه نحبه من كل القلب أنه نحب بعضنا كأنفسنا وأنه نعبد الرب بالروح وبالحق وأنه نكرمه ونعطيه كل المجد وإحنا أيضا نكرس حياتنا كذبيحة حية للرب نجي نقول له أمين أمين يا رب ساعدنا علمنا كيف نقدم هديانا صحيحة وتكون سعلا ذبيحة شكر وإكرام لإسمك أمين